السلام عليكم كنتمنى تكونوا كاملين بخير والاخير وكانتمنى ايضا امركم تكون كاملة مزيانة اليوم ان شاء الله جد لكم وصفة جديدة في فيديو جديد كانت من هنا الاعجاب ديالكم فاخليكم معايا كملوا الفيديو حتى الاخير باش شوفوا شنوجت لكم اليوم اليوم ان شاء الله غدي نحضر لكم واحد الكيك اللي كي جلديد بزاف وفي نفس الوقت كتقدرو توجدوه في وقت قصير اندوزوا دابان وجدو الكريمة اللي غدي ندروها فوق من الكيك ديالنا ومن بعد نشوفو المقادير وطريقة ديال التحضير ديال الكيك اول حاجة غدي نحتاجو كاسلاروب ديال السكر سانيدا الكيسن اللي كنابر بهم بحل ديمان كيسن ديال العنبة كيف ما عارفين فهما متوفرين موجودين في جميع البيوت المغربية صاشة ديال فاني ثلاثة المعلقة تونس ديال تطقيق جو صاشية ديال الكاكاو ثلاثة الكيسن جلت الحليب وايضا غدي نحتاجو ثلاثة ديال معلقة ديال الزبدة عندما نجدو الكريمة ديالنا غدي ناخدو واحد الكاثرونة غنوضعو فيها ثلاثة ديال الكيسن ديال الحليب يعني الحليب برد ما غديش نفيدوها او لايكون سخون ماشي مشكيل لحقاش غدي الكريمة ديالنا غدي نطيبوها فوق العفية غدي نوضعو ديال ثلاثة ديالة الفاني لعندنا غدي نضيفوه من بعد جميع العناصير اللي قطل لكم من قبل ما عدا الزبدة هي اللي ما ديش نضيفوها من بعد غدي نضيف ديالة كاسلاروب ديال سكر سانيدة كيف تلكم في الاول الكيسن ديال العنبا هما اللي كنعبر بيهم إلا عندكم السكر الأسمر فهو تهو تقدروه أنكم نضيفوه فحتى هو كيعطي واحدة لتة اللي زوينة بزاب كيف كتشوفوا معايا والدي مضار معايا باغي هو اللي يدير اللي سا شدية الكاكاو كيف منس القدام اللي عندي في القناة فهو ما عارفينو أنه كيشاركني هكا مني كنكون كنصايب دي كايك بحال هكا حليواز فهو تهو كيدير شوية ديال باروك تهو كيعاوني في حويجوخ كيبرصني بعض المرات وشحل مرة كننسى شحل من حاجة كيف كتشوفوه معايا فهو مسابقة معايا مسابقة معايا باش حتى هو يخوي لي الكاكاو صراحة هذا القادية ديال الطياب صراحة من غير أنا كيحجبني أنه ندخلو معايا الكوزينا وحتى هو يدي بيدو ويتعلام ويعرف شنو كاين نضيفو دابة لاتدل معي القاتل ونصد ديالة الدقيق وغادي نبدأ نخلط نكمل لكم دكشي لك شكا نقول لكم بالنسبة ليا أنا تهانكي كيحجبني ندخلو معايا الكوزينا باش أنه يشوف شنو كان صايب حتى هو مليكا تعجبوشي حاجة كيقول يا ماما صايبي هادي ماما لا ما تصايبيش هادي الصباح بحل دابة في الليل ملي كان مغانا نوجد لي شنو غايدي معا لغد لي اللي كل كان قول لي كان شاركو كان قول لي شنو بغيتي بغيتي اليوم هادي أو لا هادي هو توقعتيني رأي ديالو باش حتى هو كان حسو بأنه حتى هو يعني رأي ديالو كان ديرو بي وكان وكان شوفو الحاجة اللي كي يبغيها ولي ما كيبغيهاش وبنسبة لطياب فهو لأكخش اللي كان فيها اللي كان فلاتو تبتيت سكسيون كانت عندهم واحد الحصة ديالو الطبخ ساعة في السيمانة كانوا كيدخلهم اللاتولي وكيدخلهم كيعطوهم بحل كي يصيبو بيديهم كي يصيبو كوكيز كي يصيبو كيكات يعني هو من المدرسة شاف دك شي وحتى أنا كيعجبني أنني ندخلو معايا ونعلمو ويدير شي حاجة بيدو وصراحة كان مني كيصيب شي حاجة فهي كي تعجبو بزاف كيف ستو معايا من بعد ما خلط الكريمة جالية مزيان خلط الخالط كامل درتو على نار مهيلة بقيت كان خلط مزيان يعني بحل اللي كان وجدو لك خيم باتي سيار بقيت كان خلط كان خلط حتى الخالط جالية على نار مهيلة من بعد هو سخون ضفت عليها ثلاثة دلم علقات نغطيه بتلاسيك غذائي وندخلو للفريغو ونخليه حتى يبرد مزيان مزيان عاد باش غاد يستخدمو فوق من الكيك ديالي نصيحة لكم يعني المتتبعين والمتتبعات ديالي هاد الكريمة وجدوها هي اللولة قبل ما توجدو الكيك حيث غاد يتاخد لكم الوقت باش انها تبرد لكم في تلاجة او في الفريغو غاد يتاخد لكم شوية ديال وقت ديال شي يلي ولا توجد عدم نبعد وجدو الكيك ديال لكم لعقاش الكيك خاص يكون سخون وانتم ما تحتو فوق منو هاد الكريمة ندوس دابا نوجدو الكيك ديال لهاد الكيك غاد ينحتاج ثلاثة ديال البيضات على درجة حرارة لمطبخ صراحة أنا لكم فدبا مع البرد فكيف كتشوفو معايا أنا كنديرو نيشان ضربته بالدراب الكهربائي اضفت علي كاس ديال الحليب على درجة حرارة المطبخ كاس ديال ساني كيس كيف ما نقول لكم كاس ديال العبار ديال العنبا كاس ديال الزيت وغاد نخلط الخالي مزيان مع بضيت ومن بعد نضيف الكيك صراحة أنا ما نطفر عندي الحم الدبا فأنا درت غير صاشي ديال الفاني واحد غن نضيف دبا جو صاشيات ديال الخميرة وزو شاسيات ديال الكاكاو غضي نضيف الخالي ديال نسي ما قلش لكم بأن من اللي بدي كان وجد في الكيك ديال ديال شعلت الفران على ميسين دراجة شعلت لتحت والفوق حتى نبغي ندخل الكيك ديال وبعد كان طفي الفوق وكن خليه يطيب غير من لتحت عاد من بعد من كي تدوز واحد طول ساعة هكاك عاد كان شعل على الفران من الفوق باش الكيك ديال ما كيتحرق من الفوق وكن دير ها لتحت ما كن دير ها الفوق خليط باش نحصل على واحد الخليط اللي غادي يكون متجانس مع بعض ياتهم زيان وما فيش هادوك الكويرات ديال كاكاو والدقيق غادي تاخدوا المول اللي غادي دخلوا فيه الكيك ديال كوم الفران فانا درت هاد المول هادا تقريبا فيه 30 على 30 درت لليه الزبدة بلوتو درت درت فالكيك ديالي بحكم انني ما عنديش مع الزبدة بزاف ما ما كان فضلهاش يعني كنقول نعوضها بالزيت وما نديرش الزبدة ولكن نكون غادي لكم شي فيديو دارو وريما انني كنتبع المقادير كما خاص هم يدارو دك شلاش درت الزبدة وما بغش ندير الزبدة في المول باش ما تعطينيش ديك الريحة مجهدة بزاف درت الزيت ودرت الدقيق وغادي ندخل دبا ندخل الكيك ديالي الفران كنحاول انني نقادل الجواني باش مرديش جيها طلعة وجيها هبطة ويجين الكيك عوج من بعد ما طاب الكيك ديالي كيف كتشوف معايا ها هو باقي سخون صراحة ما نقدرش نحط ديالي باقي سخون بزاف وخات شقة ليا الكيك ديالي من هذيك البلاصة كيف كتشوف معايا فاهم اللي غادي ندهن بالكريمة وغادي نزوق من فوق فما غادي سبق تبقى تبقى شي حاجة في الكيك ديالنا غادي نحيد هذك السلوفان من فوق هذيك الكريمة ضربت الكريمة مزيان وباش ما نخليش هذيك النسمة ديالة الزبدة كيف كتليكم تبان عندي بينة درت هذ دانت تقدرو تزيد الفاني تقدرو تدير اي حاجة اللي لكن تبقى بحالي ما كتبغوش الزبدة وعود ضربت مزيان كيف شو معايا الجواني بديال المول اللي كان فيهم الدقيق وزيت فانا مسحتهم بالبابي باش ما يبقى شيبان حيث غادي نقدم هذ الكيك ديالي في المول ديالو غادي دابا غادي نخوي هذيك الكريمة فوق من الكيك كاملة وغادي نحاول انني نقضل الجوانيب كاملين باش يكون دك شي متساوي عندي وكيف قلت لكم ارامل لك نحط هذ الكريمة فهذك تشقق ما تخافوش منهم الى تشقق لكم الكيك فما غادي بقي بان حتى شي حاجة مع الكريمة وما تنساوش كيف نقول لكم ديما الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تدير الجام تابون وفلاشين وضغط على زي الجرس باش ديما يبقى يصلكم الجديد نسلي ما كيوصلو مش للنوتيفي كاشون دياللي فيديو اللي كنحط حاولوا انكم تابون وتعودوا تابون وتعودوا تضغطوا على هاداك الجرس وديك ساعة غادي ولي يوصل لكم اي جديد حطيتو وما تنساوش تدعموني بلي كومنتر ديالكم للايك البختاج بختاجي والفيديو مع كالناس اللي كتعرفون وايضا إلا عندكم شي اقتراحات وش وانا على الرس و العين في الملقة شوقيتا غادي نوجد لكم كاعدك شي اللي كتبغيو كيف شو معايا فانا كنحاول نقاد غير السطح جلت الكريمة باش تبان عندي مقدة مديش جهة وجهة ودابا غادي ناخدو الفيرميسال شوكولة انا اخدت فيرميسال شوكولة نواغ ما مبغيش ندير اللي ملونا باش نمقا غدا في لتام دير شوكولة يعني الكيك ديالي دير فيه دير فيه الكاكاو دير فيه دانات شوكولة يعني كان مقا غدا في نفس التام او لا في نفس الدكور او لا نفس شكل كي صراحة كي يجي غزال غزال بزف هاد الكيك هدا فحاولوا تجربوه وما تنسا وشاكلوا اللي جربتوا فيكم او للي جربوا اه سواء الرجال ولا العيلات او لبنات اللي متبعيني اذا جربتوا هاد الكيك هدا ما تنسا وش خليوا لي واتقلوا كيف جاكم الكيك فانا اه كنقرأ جميع التعاليق ديالكم صراحة كي يجبني الحلم اللي كنلقاها كاكا كومنتيرات وكل قناة اللي اه جربوا الوصفة ديالي وعجبوهم وجوهم ساهلين بطبيعة الحال فانا القناة ديالي ما كنحاولش ندير فيها شي حاجة اللي صعيبة يعني اي وحدة مبتدئة تقدر توجد هاد الوصفات اللي انا كنقدم لكم بحكم انا ما عنديش الوقت بزاف يعني احتى انا ما عنديش الوقت بزاف بش انني نوجد وصفات اللي هما بتقال وكي يخطوا الوقت بزاف وكي يكون فيهم قوة المقادير فانا كنفضل شي حاجة خفيفة ريفا كنقدر نوجدها بش انتيها معايا للغضاء او لا انتيها معايا الفطور ديالي مني كان كنغضا صباح الخدمة فهد الكيك هدا اليوم الحد وجدتو اليوم ودرت لكم المونتاج في اليوم وغادي نحطو لكم ان شاء الله هي لكتاب اليوم ان شاء الله سيناء وغادي تلقاوه نهار اثنين ان شاء الله في القناة ديالي ودهبا من بعد ما زوقت الكيك ديالي غنضو المرحلة الاخيرة واللي هي تقطع ديال الكيك فانا قسمته غنقسموه لجوج كيف كشتو معايا بنا هالطريقة هادي عادة من بعد كان بداء هدك الطرف اللول كان قسموه لجوج والطرف ثاني تهو كان قسموه لجوج وغادي نديرو مربعة صغيرة تقريبا غادي جيني اربعة الاربعة صراحة هادلي كيك كيجي لديد بزاف وانا صراحة كيجيني ساهل ضغية كان وجدو يعني ما كان ما كان تعدبش فيه ومن الانواع جالي كيك اللي كيجيوني لديد بزاف وكيوجدو ضغية الفيديو جانا وصل لنهاية جالو غادي نوريكم دابا واحد المرسو غادي نقطعو تشوفوا معايا كيفاش كيجي كيجي لها تشكل هادلي كتقطعو وكتنزل ديك الكريمة من الجناب صراحة كيجي لديد كيشهي انا دابا دابا كنقاد لكم المونتاج في الفيديو وفي نفس الوقت تشهيت انني مشي دابا الكوزيناء ونزمر صو اخر وندوقو صراحة انا دقتو دابا هو بقي سخون يعني مازال ما بردش عاد من لي كيبرد فهو كيجي لديد بزاف 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 انا درتو دابا في تلاجة بشي برد عاد بشعو تاني ان اخد منه شي طريف وحد اخر كانت منه الفيديو ديالي وما يكون الاعجاب ديالكم وما تنساوش خليولي لي لايك ديالكم تلافراتكم بزاف بزاف وما تنساوش تبارتجو الفيديو مع الناس اللي كتعرفوهم